نيابة عن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم فعاليات مؤتمر التعليم يعزز التعايش السلمي تحت شعار الجهل عدو السلام في مركز الشيخ عيسى الثقافي والذي ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لأول مرة في المملكة خلال الفترة من السابع إلى الثامن من ديسمبر الجهري وبمشاركة دولية واسعة من كبرى مؤسسات التعليم العالي على مستوى المنطقة والعالم وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن مملكة البحرين بلد السلام والوئام تتميز بمزيجها الاجتماعية المتنوع مما يعزز من قوتها ومكانتها بين الأوطان وشيرا إلى أن أبناء البحرين بوعيهم وعلمهم هم خير مثال يحتذا في تعزيز قيم التسامح والتعايش لافتا إلى أن مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح بما يعزز من التقارب بين الشعوب وثقافات ويعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونوى سموه بالدور الذي يطلع به مركز الملك حمد للتعايش السلمي في تعزيز قيم التسامح والتعايش وما يقوم به من جهود كبيرة في هذا الصدد ومنها برنامج كرسية الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية وبرنامج الملك حمد للإيمان في القيادة الذي تم اليوم تخريج دفعته الأولى من أبناء وبنات البحرين وقال سموه أن العالم اليوم يمر بمرحلة تستجوب على الجميع اتخاذ الخطوات الاستباقية للحفاظ على الأبناء من الأفكار المتطرفة وأهم هذه الخطوات هو تعزيز التعليم لمحاربة هذه الأفكار ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة وشيرا إلى أن مملكة البحرين حريصة دوما على تطوير التعليم وفق المنهجيات الصحيحة التي ينعكس أثرها على الجميع وبهذه المناسبة أعرب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس يومنا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته لهذا المؤتمر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على افتتاحه المؤتمر نيابة عن راعي الحفل مشيرا سعادته إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص المركز الدائم على إبراز التجربة البحرينية الرائدة في مجال تعزيز قيم التعايش والتسامح وانعكاسها على النظام التعليمي في المملكة وأضاف سعادة الشيخ خالد بن خليفة أنه ومن ضمن أهداف المؤتمر الخروج بمرئيات أساسها إقرار وحدة الأصل الإنساني واحترام الاختلافات البشرية من فكر ومعتقد ومذهب وعرق والإيمان بأنه لا ضير من التعايش بسلام ووئام مع تلك الاختلافات مع الارتكاز على مبادئ احترام الإنسانية والحريات الدينية والتعارف بين الشعوب مع دراسة ومعرفة ما هي الحضرات والأمم البشرية والاطلاع على مختلف الثقافات والأعراف لدى شعوب الأرض والتأكيد على ضرورة تضمين القيم الإنسانية النبيلة كالتسامح الديني والتعايش السلمي وتقبل الآخر المختلف ضمن مناهج الجامعات والمؤسسات التعليم العالي حول العالم ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة تخصيص مقاعد مجانية لشباب المنطقة في برنامج كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية لتأهيلهم وتخريجهم في تخصصات التعايش والتسامح والحوار بين الأديان وضرورة إنشاء مراكز دراسات وتدريب ومؤسسات بحثية تعنى بتعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتسامح الديني بين الناشئة ودعم تعاون رؤساء مؤسسات التعليم العالي وممثلي الأديان بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من القيام الإنسانية النبيلة في نشر السلام والوئام والأمن والاستقرار بين دول وشعوب ومجتمعات العالم وتخصيص مقرارات للتسامح والتعايش السلمي في الجامعات والمعاهد في الاستفادة أو مع الاستفادة من مضامين إعلان مملكة البحرين للتعايش والنموذج البحريني الرائد في ترسيخ عرى التسامح الديني والحوار بين الأديان الجدير بالذكر أن المؤتمر اجتمل ضمن فعالياته على أربع جلسات حوارية رئيسة تركزت محاورها على إدماج مفاهيم التعايش وتقبل الاختلاف والتنوع في المناهج الجامعية والدور الجوهري لبيئات التعليم التمكينية في تنشيئة جيل من سفراء السلام وتجربة كرسي الملك حمد لدراسات حوار الأديان والتعايش في جامعة السابينزة وتطوير التعليم الديني كمدخل لتعزيز التعايش على مضامين إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي الذي خط ملامحه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي وضع أرقى القيم الإنسانية بمفاهيمها النبيلة على رأس الأولويات البشرية لنشرها والترويج لها في مختلف المجتمعات والبلدان لتساهم في تعزيز عرى السلام والأمن والاستقرار لدى الأمم كافة تستند رسالة منتدى دور التعليم في تعزيز قيم التعايش السلمي الذي تبنى عنوانا ذي أبعاد تحابب السلام وتوظف التعليم من أجله الجهل ببواطن الأمور عدو السلام شعار قد حفظ مكانة العلم والمعرفة واستل سيفهما لبتر لغة العنف والتطرف والعنصرية والتمييز وتغليب لغة الحوار والمحبة الإنسانية لإخماد فتيل النزاعات العرقية والصراعات الطائفية والدينية دور التعليم هنا في الحقيقة هو أساسي جدا لنشر السلام ونشر المحبة والاعتراف بكل ما يمكن أو الاعتراف بالآخر والتغبل الآخر والعيش السلمي مع بعض يعتبر مؤتمرنا اليوم أول مؤتمر عالمي عن التعليم والتعايش السلمي والذي يضم نخبة من الأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي من مختلف دول العالم وتتركز فكرته على الفكر المستنير لجلالة الملك في تبني أرقى القيم الإنسانية وتعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي وتقبل الآخر محاور هذا المنتدى الذي أطل بمضامينه الثرية جالت في سماء موضوعات بالغة الأهمية لجميع مجتمعات وشعوب العالم تمثلت بإدماج مفاهيم التعايش وتقبل الاختلاف والتنوع في المناهج الجامعية والدول الجوهري لبيئات التعليم التمكينية في تنشئة جيل من سفراء السلام إلى جانب سرد تجربة كرسي الملك حمد لدراسات حوار الأديان والتعايش في جامعة سابينزا وتطوير التعليم الديني كمدخل لتعزيز التعايش طبعا مؤتمر مهم يأتي في تداعيات متسارع يعيشها العالم والمنطقة وهذا يؤكد على أن بوابة التعايش السلمي وتعزيز قيم التسامح وقيم التنوع واحترام الاختلافات الفكرية والثقافية والعقائدية يجب أن تكون من خلال التعليم هذا منتدى حضاري جدا أنك تجمع هالناس هيدين من جميع الفئات من جميع الطواقف والملل اللي هدفهم واحد هو السلام والمحبة نحن بنشكر صاحب الجليل اللي يحفظه اللي برعايته بيصير هايك اجتماعات هايك اجتماعات جدا مهمة إذا كان الجهل عدو السلام فإذن العلم والمعرفة صديق السلام وحليفنا حليف البشرية في البقاء أكيد التعليم ساعد على تنمية التعايش القدر على التعايش بين كل الأعراق والأديان وهذا الشيء أكيد ساعد على أن المجتمع يتطور مشاركة كبرى مؤسسات التعليم العالي على مستوى المنطقة والعالم في المنتدى سيطفي مزيدا من الثراء للمداولات القيمة والنقاشات البناء بين المشاركين وتبادل أرقى الأفكار الصائبة وتناقل التجارب والخبرات بالشكل الذي يفضي إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تحمل ذلك الأثر الإيجابي على فكر ناشئة في مؤسسات التعليم العالي ليكونوا محبين للخير والألفة مع جميع بني البشر إن منهجية التعايش وتقبل الآخر داخل أروقة مجتمع واحد يجب أن يسود فهمها ويدار نشرها كي ينعم الأفراد والجماعات بجمالية العيش لا تعوقوا تقدمهم نعرات طائفية ولا همجية ولا يعترض طريقة تفوقهم جهل هو أشد ما يكون عدوا للسلام وسلامة المحيط من براثنه التي وإن برؤ منها فحري بك أن تستبشر بنمائه وتطور عناصره البشرية علما وعملا وبركات لتلفزيون البحرين خمد الشدق شكرا لكم